السلام عليكم يا شباب ما كلمانكم شايفين نزلت اللابع خلال ربع ساعة بالضبط بصراح راح نفتحه مع بعض وانا فتحته قبل قبل ما يعني افتح اسجل هالفيديو الواجهة جدا متغيره عشان هيك انا بدي افتحه من بداية يعني من البداية بدي افتحه معكم حينشوف التغير الواجهة الحلو اللي سويت البوب جي لسه انا ما شفت ايش داخل يعني اللعبة تغيرات ما تغيرات اضافات ما اضافات لسه ما سفت شي بس انا شفت جزء بسيط من الواجهة وقت الفتحته وبعدين غفلت او حبيت افتحها من جديد مع بعض طبعا لسه انا ما بعرف شي على اساس الريوالبس هده تحديث ستاش فاصل اثنين فهلا نشوف مع بعض الريوالبس ونشوف ايش الموجود وكل شي التحديث الكامل ها نبتح الكاميرا ها تشعراتي من الزواطات عادي برو عادي طيب اينا ريوالبس متما ما ما شافينا شباب ماشي الجديد لحظة نروع الهاي الهيد اوت اكم شايفين اسلح اسكنات جديدة نزلت البوب جي هدا اول اشي لازم نعرفه طبعا في اسكنات اغلبها ان هذا الاسلار يعني احلى الاسكنات ان نزلوها احلى الاسكنات ما راح اقول احلى اسكنات راح اقول الاسكنات الجديدة ان نزلوها لانه بصراحة ما ما بعرف اشهاد اشهاد بوب جي معقول لحد الان عالورد طبعا هذا هي واخدين يعني في اسكنات كتير اهدينها من تحديث المضاء الشي الطبيعي عشان يعطونه للناس فرصة اكتر انهم يحصلون اسكن بدهموا اياه طبعا متل ما كم شايفين هنا دولة بتاع البطولة توقع لو ايش بتاع السيرفايفل اه واسكنات عشان نتصوت فيها بالبطولة الجاي البي جي سي ستة خلنا نشوف الاول هذا البطاقة العادية اللي بدو يشتري اه شبا خليلين اقول لكم شغل يا شباب اللي بدو يشتري مثلا الريل باس فانا انصحوا انو يشتري هذا الباكيج لانك اذا دفعت عشرة دولار فراح تحصل مقابل هالعشرة دولار يعني رح تدفع انت عشرة دولار بس رح يرجع لك اياها رح يعطوك الف وخمسين جي كوين وراح يعطوك معها هاي القروزة الحلوة بصراحة اسطور هدا الاسكن عجب من التير خاص هدا هيكل لون وهيهون القبض متل الاسود وعليها صورة طاوة او لا هدا متل هدف هدا هو من الزر السحاب هدا هيكل متل الضمادات مدرش لون المهمس كل حلو المهم شايفين في عنا اتنين عشان تفتح الريل باس متل ما اقضت لكم اشتري هذا الباكيج قبل عشرة دولار يعطوك الف وخمسين جي كوين تقدر تشتري هذا الباكيج البسيط عشان تفتح الريل باس وتاخد معها البيرل يعني انت يكون حصلت الريل باس وحصلت البيرل هدا وحصلت الكروزة بعشرة دولار بس البيرل باس اذا فتحت بالريل بالجي كون اللي بعد نشتري الكروزة ويعطوك الف وخمسين جي كون زا فتحت هدا تاخد الريل باس متل ما كفى هاي البطاقة بس انزا اذا انت شخص بدك والله يعني شو بده يقول لك بدك الاتين اللي فاللي قدام فممكن انك تشتري هذا الباكيج ما مش شايفين يجي معها تلاتين يعني يعني انت ما تبدا من الواحد لا تبدأ فوراً من ثلاثين إذا اشترت هذا الفاكيج أنا أتوقع هيك أسوي ما بعرف لشوف في عنا برضو سكنات ما مش تميش شباب سكنات البطولة الجاي في جي سي ستة أنا أفتح مع بعض أنا بدي أفتح الباكيج كامل لشوف بصراحة يعني إليك لك خلنا نكون صراحين مع بعض خلنا نحط بس السلاح هذا السلاح أنا أكره حتى الاسكن مش حمل مش حلوة ممكن أقول لك هاي هون هيكي بس يعني ما بعرف أنا عاب قول لك الاسكن مش مش حلو لأنه السلاح أنا بكره ولا هو اسكن حلو يعني بسبب أشياء المني حلو آه بس إذا عاب تسألني إذا بدي أقول واو ما بعرف ما أنا متأكد من الحكي هذا حلوة بس ما بعرف إذا واو ما ظل لك لون أصفر حلو آه عنا القناع عنا اللبسات كما ما شايفين اللبس يعني والله أنا كل الباكيج هذا حرام واحد يدفع عليه هالمبلغ الطائل أربعين دولار عشان نجيبه كله أنا ما راح أسوي أشياء هذا شباب أنا راح أشتري بس المني راح أشتري بس المني هو هيك اللي راح يصير وعنا هون هذا المني مع المضلة مع هذا السلاح ممكن إني أشتري هذا مثلا عشان أخذ المضلة بنفس الوقت هي كيف يمكن أن أسوي المهم يعني أنا الباكيج كما هذا ما راح أشتري لأنه اللبسة خالص ما سعجبتني بصراح حتى الخدية اللي حطينا إيش الخدية هاي والله الله شباب إيش الخدية هاي نرى نحن نسبة السبق من الطورات الدرعة 2 صار عندي سكنين للدرعة 2 حتى البطاقات اللي حطين معها بس خمس بطاقات ليش كله شي جدا قليل يعني مهم مهم شايفين ما في إضافة بالجي كوينات خلنا نروح نشوف المابات ولحد الآن عشوى المابات كافوا عليك يا باب جي الله الله يا بطيك عافي الرنك ما في التختار حتى ما فينا نشوف إيش المابات هما على كل حال كانوا كاتبينا بالتحديث إيش المابات اللي كانوا راح يضيفوها بتاع الرابط للفيديو المضى زي ما شاهدت الفيديو ارجع على الفيديوهات أو راح يطل لك الرابط بالوصف شاهدوا عشان تقدر تحصل الرابط وتشوف أي المابات نازلة لأنه بصراحة أنا ما عادي همني الشرط المابات هذا وشوف هاي الساعة السيرفر بازي طيب هاي يعني من أول يعني في التحقيق خير يعني يعني يقول لك خطأ بالسيرفرات مهم شوفوا ريال باص مع بعض شباب لسه ما شفناه هاي لابنت حلو أنه هيك تشوف هذو الخطوط هيك على عيدك وانت ما سكسلح بس لشب مستحيل هاي آه قيتار حلو طيب هاي نتنين كونتر باوند كوبون حلو عشان ما ادو سيزلين مهم نروحها البعدها بس اخلنا نشيل هذا عشان نشوف اسكن كتير مني نشيل أدا من إيده من مكسورته هاي نتنين كونتر باوند هاي بتاع بطاع بتاع بطاع 7 ايام جدا اجدد عند منها بليار مليار يمكن 50 واحدة ما استخدمه مع الفاضي كنزات ما بعرف ايش حلوة يعني الكنزات حلوة الكنزات وانشغل ده دول اي خلص اسكفت لك بين مدق وفاشلي موم ايش الخوذة هاي سودة ما بعرف كنتر باوند اثنين قليلين مقليلين كتير طعه دول البي بي بنترون مش حلو هاي سبع ايام روك رول ما بعرف يعني حلوة بين عليها شباب ما بعرف يعني مع الالوان الباهجة هاي هيك المنفاقعة ما بعرف ايش الوان كتير بس غالب ان يكون ايكي هايش يكره الاسلاع اثنين كونتر باوند اخذ هايش ايش يالله روك ان رول ما بعرف ايش قصت الروك ان رول تنورة هاي حلوة للبنات دين كونتر باوند سكنة عن جد حلوة يا شباب عاجبنا كتير المحسن الموزن ممتاز يعني سكنة بياض على هيك زراق شوي بلفوها او زهر بنفسجي صيب نعمة الوان المهم على اللول الاسود كمان ممتاز هادا السكنة هيك مالة اللبسة خلنا نشيل الشعرات هدول حلوة للشباب بس موقع الرقدي تتحركون المين وشمال هادا اللي حدنا يا هادا الهداءات الخوذ هاي اسطورية كمم شافين اعرفنا هادا الخوذ هادا الروك ونسمع هادا الروك اغاني الروك يعني نجي على الاساطير على الشرارة الحلوة نجي اللي حطينا بنهاية الموزن وما ذول الكفوف مش شباب فيني اعرضها اكتر من هيك وعننا الميني سبيرت بانك روك ان رو بصراحة الميني بعشان ما اكذب عليكم انا اشوف احلم الميني بتاع احسن اجمل من الميني المطورة ما بعرف ايش رايكم شباب ان هذا هاي هون اللي شارب ما بعرف ايش معناتها والله العظيم ما بعرف ايش معناتها عنا بالليفل 55 ميت جي كوين و بالليفل 60 10 كوبون و بالليفل 65 ميت جي كوين و بالليفل 70 2 ترجموه موهم الميشن عندك مهمات يومية يا شباب متما كم شايفين تقدر تحدث المهمات يعني تقدر كماكسمم كحد اقصى تسوي ست مهمات يومية انت مثلا خلصت المهمات هدولة اليومية تقدر تعطيهم شراء بعملات البي بي عنا المهمات الاسبوعية كل اسبوع باسبوعه انتهى الاسبوع الاول راح يفتح بعد نهاية الاسبوع الاول راح يفتح تلقائين من نفسه الاسبوع الثاني والمهمات الي تبقى بالاسبوع الاول ما يعني ما راح تروح تقدر لسه تسويها عادي يعني ما تاكلهم كل اسبوع يعني هيك اخر ريال بص كان ما بعرف زيها بي رايش هي مع اني ما توقع مكم بالسليم راح عليك مثلا المهمة من الاسبوع الاول وانت حاليا بالاسبوع الثاني فتح الاسبوع الثاني عادي انت خليك تكمل بالمهمات وزا سويت المهمة هي هي لحالة راح يعني تلقائيا تعطيك النقاط عشان تفتحها لفلات بالريال بص في عندك مهمات التحديات التحديات عادي يقول لك سوي بروف يورسلوف رادي فور تشيلنج بي قتل واين كيلان تريش تتوب فايف عادي يقول لك يعني تحدى نفسك يعني انك تقتل شخص انمي واحد وتجيب يعني تكون انت واحد من المراكز الخمسة الاولى يعني التوب فايف فور ثري تو اول فوز طبعا وزا خلص هاي المهمه راح تفتحها. راح تفتحه. راح تفتح ليك المهمة. هاي المهمة. عشان يعطيك الامر اللي مدك سوي عشان تحصل الجي كوينات كنزة حلوة بصراحة مع البنطال مهم خمس يعني اذا بك تحسبها خمسين هاي هون صاروا مية ميتين جي كوين حلو يا شباب حلو حلو وفي عندك بالريال باس نفسه برضو تقريبا كم ميتين برضو حلو ما توقع فيه اشي جديد حتى يعني هلك بدلا ما يكتبوا باللون الاصفر النيو وهي حاطين باللون العباط كان يعني مغيرين بعض الاشياء والواجهة متل ما قلت لكم اهم شي يا شباب متل ما قلت لكم انك تشتري اللي جروز اذا كان بدك تفتح الريال باس والشغلة حلوة انهم حاطين فتح الريال باس بجي كوين يعني ما في داع انك تشتري مثلا ما في داع انك تفتحها بالدولارات فازا عندك جي كوين الف وثمانمية من التحديث الماضي فتقدر تفتح ايزي الريال باس فبتلا قلت لك افتح اه لا ولا تنسوا هدون يا شباب لا تنسوا هم ما بدي اياه بدي الكار والكار عندي اياه المهم ما قلت لك افتح سكن لجروزا عشان يعطيك الف و خمسين جي كوين وال الف و خمسين جي كوين اللي اخدتها يعني متل كأنك حصلت لجروزا ودفعت عشرة دولار مقابل برضو فوق لجروزا مية الف و خمسين تقدر تشتري الريال باس هاد تاخد البيرة معها بصراحة البيرة الحلو برضو يا شباب ابروك وان شاء الله تكون فتحت خير مع اني ما بعرف ازا نزلوا الانتي تشيت الجديد نظام الحمال الجديد ما قرأت كتير عن هالموضوع هاد ما بقي همني انا بصراحة عم نلعب موجود هيك ولا هيك يلا شباب السلام عليكم ان شاء الله كنت استفدتم مع اني ما بعرف اشي اللي فداها هي غير انه نحنا زعلنا من بعض الاشياء وفرحنا من بعض اشياء الريال باس بصراحة رائية بشكل عام قبل ما اسلم هو اترك الفيديو بشكل عام الريال باس اعطيه خمسة من عشرة يعني عنا بس اسكن الميني وعنا الكفوف هذول عليهم مثل العظم وان شاء الله يكونوا مبينين باللعبة وقت لتتمسقهم بيدك اثناء اللعب بسكن يكون ظاهر هذول يعني اسكنين الوحيدين اللي اخدر اقول عنهم والشعرات هذول الثلاثة اشياء الوحيدين اللي اقول عنها والله اه حلوات من كل واحد يستهل اشتريها عشان الريال باس بس لا ننسى انك دافع بس يعني عشرة دولار وتحصل كل هالاشياء هذول فاشي يعني في منه افادة بالنسبة الريال باس فهذا كان كل شيء شباب اتمنى انكم استفدتم وستمتعدن بالمشاهدة لا تنسى لايكوا الاشتراك وتابعني على تويتش الرابط راه تلقوا بالوصف السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة